يا عبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصلي السلام عليك يا ابن فاطمة زيدة رساء العالمين السلام عليك يا ثورة الله وابن ثارة والوترة الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليكم جميعا سلام الله أبدا ما بقيته وبغي الليل والنار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزيئة وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أيل السماوات فلعن الله أمتان أسست أساس الظلم والجرار عليكم أهل البيت ولعن الله أمتان دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم الذي ردبكم الله فيها ولعن الله أمتان قتلتكم ولعن الله الممهدين لكم من دمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتقاعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله لني زلمون لمن سالمكم وحربون لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروى ولعن الله بني مبيت قاطبا ولعن الله أمتان أسرجاتها الجمال وتهيات وتنقبت لقتالك يا أبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلبتك مع إمام ورسول من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله الله أم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إذني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك لمبالعتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصبتك الحارب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله لمن أسس أساس الظلم وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوري عليكم أهل البيت وعلى أشياركم برئت إلى الله وإليكم منه وهتقرب إلى الله وإلى رسوله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحارب وبالبراءة من أشيارهم وأتباعهم إني سلمون لمن سالمكم وحربون لمن حاربكم ووليون لمن وعلاكم وعدوون لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكامني بمعرفتكم ومعرفتي أوليائكم ورزقني القراءة من أعدائكم أن يجعلني أفضل ما يعطيه مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظمها رسيتها في الإسلام وفي جميع أهل السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا بمن تناله منك صلاة ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محيا محيا محمد وآل محمد وممات إمامات محمد وآل محمد اللهم إن يوم قتل الإمام الحسين يوم تبركت به بنومية وبنواكلة الأكبر اللعين بن اللعين على لسانك ولسان نبيك في كل موضنين وموقف وقف فيه نبيك اللهم العنبا سفيان ومعاويتا ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبدا الآبدين يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين عليه السلام اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي للبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه السلام اللهم العنب أول ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك اللهم العنب العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعة وبايعة ودافعت على قتلك اللهم العنهم جميعا السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت في فنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيته وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن بالني وابدأ به الأول ثم الثاني والثالث والرابع اللهم العني زيت خامسا والعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمراء وآل أبي سفيان وعلى زياد وآل مران إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابيه الحمد لله على عظيم رسيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وثبتي قدم صدقه عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا نجهم دون الحسين عريو أمي